إبراهيم نداي المرشح بكل قوة أنه ينضم لفريق نادي الزمالك واللي تم ذكر أنه هو أنهى كل أموره بلسان رئيس نادي الزمالك ومستشار مرطانة منصور ولكن يبقى توقيع العقود رسمياً وإعلانه بقميص فريق الزمالك إبراهيم نداي لعب مش غريب على الدوري المصري لعب له تجربة سابقة مع ودي دجلة جيه ودي دجلة وهو شاب ودي ميزة بالمناسبة في الصفقة أو في اختيار اللعب إنه هو مش غريب على الأجواء المصرية فمش هيخد الوقت المتعارف عليه في أنه هو يتعود على أجواءنا على الدوري اللي شوية مضغوط وشوية مريح على فرق الدوري على طريقة اللعب على قيمة كمان نادي الزمالك إنه هو بجاي عارف قيمة وشكل وطبيعة فريق نادي الزمالك خاصة إنه هو جاي على حامل لقب الدوري وده جزء بيلجأ له الزمالك كثيراً في الفترة الأخيرة وكان واحد من أهم أسباب التعاقد مع جزوالدو فريرا نفسه في منتصف الموسم إنه هو جاي بواحد على دراية بكرة القدم المصرية وعلى دراية بنانزمة لك إبراهيم هاني ضايي زي ما بقولك زي ما بقول لحضراتكم قدم مواسم مع وادي دجلة هو لعب شاب 24 سنة زي ما بيانته هتطلع قدام الشاشة مع حضراتكم 24 سنة سنغالي 176 سنتي بيلعب بقدمه اليسرى بيلعب في ثلاث مراكز الهجومية بيلعب مهاجم صريح بيلعب جناح أيصر بيلعب جناح أيمن وإن كان أكثر شغله أو أكثر تواجده بيبقى ناحية الجناح الأيصر وده المكان اللي أصبح شغيرا بعد رحيء الأشرف بنشر